نروح لعمر السلية نروح لعمر السلية عمر السلية طبعاً لعب خط قصة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي انتظم في تدريبات الكرة بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا وقدى اللعب مؤخراً برنامج تأهيلي علشان طبعاً يتم تجهيزه بدانياً عمر من اللعيبة اللي حقيقة قدمت موسم استثنائي يعني الحقيقة واحد من أفضل لعيبة النادي الأهلي في الموسم اللي فات اللي الأهلي حقق فيه السلسية ما يحتاجينه أعتقد أنه هيكون إضافة كبيرة جداً لمسر موسماني فيه خط نص النادي الأهلي قبل ما نروح كاس العلم للأندية الأهم طبعاً أنه الفترة اللي هيرجع فيها عمر إن شاء الله أنه يستعيد الفورمة بشكل كبير لأسف شديد يعني فيه لعيبة ممكن توصل لأعلى مستوى وأعلى فورمة لها وتيجي إصابة لقدر الله بتوقفهم أو بترجحهم وبيحتاج وقت يعني ديانجة قبل إصابته قبل مطش نهائي أفريقيا كان فيه قمة قمة مستوى تقدر تقول لعب يساوي خط وسط كامل لكن الحقيقة بعد رجوع الإصابة ما شفناش ديانج اللي احنا كنا متعودين عليه وخد وقت الحقيقة لغاية لما وصل على الأقل للمستوى اللي ظهر به في مطشات أو في مطش أمبرح على وقت تحدي